أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية الحاجة إلى التزام سياسي دولي لتحقيق مزيد من التقدم في التعامل مع تغير المناخ بطريقة مجدية مشددا على ضرورة دعم المجتمعات العرضة للتضرر والتأثر بهذه الظاهرة قال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيرباك وذلك في برلين إن القضايا الرئيسية واضحة ومحددة ويجب أن نحافظ على درجة الحرارة والتقدم والتأقلم مع تغير المناخ عبر التكيف والوصول إلى حلول منطقية بشأن الأدرار التي تحدث في المناخ يجب أن نحافظ على درجة الحرارة والتقدم والتأقلم مع تغير المناخ عبر التكيف مع تغير المناخ والوصول إلى حلول منطقية بشأن الأضرار التي تحدث في المناخ وأن يكون هناك الدعم اللازم للمجتمعات العرضة للتضرر والقابلة للتأثر بهذه الظاهرة والأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول كما أشرنا من قبل لأكثر من مرة يجب أن نبدأ التنفيذ فورا ونحقق تقدم كبير في هذه القضايا